موسيقى نجح في الوصول إلى مبادرة مناظرة في DD12 شاركنا بقوة من اليمن وكان له حضور خاص جدا هنا على منصة مناظرة معنا محمد القباتي من اليمن أهلا مساء السعادة هل نحن نؤمن بالتغيير أم أننا نتخذ موقف عدائي تجاهه تكون قاعد مبسوط ومرتاح في البيت مع عائلتك تقول الله لا يغير علينا حال ألم تفكر في أن تقول اللهم يا مغير الحال والأحوال غير حالنا إلى أفضل حال أرأيتم كيف أننا لا نؤمن بالتغيير؟ قد نتظاهر بذلك لكنها ليست حقيقتنا فلا سبيل للتغيير دون أن نؤمن به بأن نؤمن بأنه حاجة ماسة للتقدم والتطور بأنه سبيلنا الوحيد للخلاص بأنه يسوعنا بأنه جزء من حياتنا لا تكتمل صورة الحياة إلا به إن أي تغيير لا يؤمن به صاحبه يكون عرضة للتسلط عليه لحرف مساره بل أحيانا لسلبه منه شهدت منطقتنا العربية ثورات ربيع عربي فشل معظمها في تحقيق أهدافه للأسف ليس بسبب مؤامرات تحك هنا وهناك لكن لأن أصحابها لم يؤمنوا بالتغيير إيمانا كاملا عميقا لم يؤمنوا به بأنه كل حاضرهم وكل مستقبلهم بأنه سبيلهم للخلاص لكن السؤال الأهم ما الذي يدفعنا للإيمان بالتغيير أصلا ما هو هذا الدافع هناك دافع وحيد فقط هو الألم نعم أيا كان هذا الألم شعور بالحزن فقدان عزيز شعور بالإهانة بفقدان المكانة عندما نصل لدرجة تشبع من هذا الألم سنؤمن بأن التغيير هو سبيلنا وسنشعر بمصيريته بالنسبة لنا اليوم وفي ظل هذا المع معانا الذي نعيشه ألا ترون بأننا بأمس الحاجة لتغيير نوعي بتغيير يمس تفكيرنا جميعا يمس تفكيري وتفكيرك وتفكيرها وتفكيره أما يكفينا الألم الذي نعيشه اليوم ونحن نرى شبابنا ينجرون نحو العنف والتطرف والإرهاب صديقي وجاري الشاب الخلوق البشوش بعد شهرين من آخر اللقاء اللي به أتفاجأ بل أصدم بأن أعلم بأنه قد قتل في محافظة أبيان جنوبية اليمن وهو يقاتل ضمن عناصر تنظيم أنصار الشريعة أما سألنا أنفسنا ما الذي يدفع الشباب هؤلاء للإيمان بمثل هكذا تنظيمات إرهابية سنكذب على أنفسنا إن قلنا أن مثل داعش وأخواتها جئنا من العدم أو جئنا دون أصل شرعي بل جئنا من مناهج يتم تدريسها في المدارس والجامعات جئنا من خطابات إسلامية منتشرة اليوم موجودة في جميع وسائل الإعلام لن أبالغ إن قلت بأن داعش موجود في كل بيت فرد منا في تفكيرنا في قولنا في فعلنا داعش ليست كائن غريب عننا إطلاقا قد نكون داعشين ونحن لا نعملا بذلك إطلاقا مع الأسف لذا ألا ترون اليوم بأن الخطاب الإسلامي عنيف أكثر منه متسامح متطرف أكثر منه انفتاحا مهترق غير متجدد يقول رسولنا الكريم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها أعتقد بل أؤمن جازما بأنه قد آن الأوان لهذا التغيير النوعي أن يحدث بأن نغير في الوعي الإسلامي في الفكر الإسلامي في الخطاب الإسلامي ليكي يلامس طموحات الشباب ويصبح أكثر عصرية وليتحدث بلغة القرن الواحد والعشرين هذا هو التغيير الوحيد هذا هو التغيير الوحيد الذي سينقلنا خطوات شاسعة للأمام وقفزات هائلة نحو القمة وسينفض عننا غبار التخلف والتطرف ولكن هذا أيضا يعتمد عليكم أنتم جميعا إن استآمنتم بهذا التغيير وشعرتم بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم يقول تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فقط لن تغيروا حتى تتغيروا حتى تؤمنوا حتى تتألموا أختم قولي به بني التغيير الفاعل على خمس الإيمان الراسخ والدافع السامي والهدف الواضح والإرادة القوية والوعي الناضج وقت ما أردت التغيير وآمنت به فقط ضع هذه الخمسة الأركان نصبع عينيك شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة